المحاليل أولاً المخاليط المخاليط هي تركيبة فيزيائية لناتج جمع مادتين أو أكثر من المواد بأي نسب كانت بحيث تحتفظ كل مادة بمكوناتها الكيميائية الخاصة بها ولا يحدث أي تفاعل كيميائي بينها أو تكسير أو تكوين لأي روابط كيميائية تنقسم المخاليط إلى قسمين مخاليط متجانسة ومخاليط غير متجانسة المخاليط المتجانسة تتميز المخاليط المتجانسة بتوحيد مكوناتها بحيث تظهر كمادة واحدة ولا يمكن فصل مكوناتها بسهولة والمخلوط في تلك الحالة يسمى محلولاً ثانياً المحلول ويتكون المحلول من مادة مذيبة أو وهو المادة التي توجد بوفرة في المحلول ومادة مذابة أو وهو المادة التي توجد بنسبة أقل في المحلول والمادة المذابة ذات دقائق صغيرة للغاية وتذوب بشكل كامل في المذيب وتختفي تماماً بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة كما أنه لا يمكن فصلها فعند إضافة مادة كالسكر مذاب إلى مادة كالماء مذيب والتقليب فإنه يتكون مخلوط متجانس يسمى بالمحلول الحقيقي كما يسمى في هذه الحالة بالمحلول المائي لأن الماء هو المذيب أنواع المحاليل إذا تم إضافة كمية كبيرة من مادة مذابة ولتكن الملح داخل مذيب ما وهو الماء فإن المحلول الناتج يكون فيه راسب من الملح غير الذائب ويسمى في تلك الحالة بالمحلول المشبع لأنه تشبع تماماً بالمذاب أما إذا تم إضافة كمية قليلة من مادة ما مذابة ولتكن السكر في مذيب ما وهو الماء فإن المحلول الناتج يكون غير مشبع لأنه لم يتشبع تماماً بالمذاب وهو السكر فصل المحلول لفصل المحلول يتم استخدام الجهاز الموضح والمتكون من حاويين داخل أحدهما المحلول والذي يتم تسخينه ثم تم استقبال المذيب الناتج من عملية التسخين في الحاوي الآخر وبهذا يتبقى المذاب ترجمة نانسي قنقر